والروابط المصرية الإماراتية اللي هي تستحق الاحتفال من وجهة نظر رسمية رسمية ولكن تفاجأ انه ماش وجهة نظر رسمية دي وجهة نظر رسمية شعبية انت الشارع يحتفل بهذا اليوم باهتمام شديد جدا تلقينا مجموعة من الدعوات احتفالا بهذه المناسبة وعلى هامش الاحتفال بها تكريم إدارة بعثة الأهل فتلقينا مثلا دعوة من نادي الاول الجمهورية مصر العربية لا ده مش دي ده انا هحكي لك ايه دي بقى ولكن تلقينا هذه الدعوة الكريمة واكتشفنا يعني انا هقول لك عشان ما نساش ما ارتجلش اسماء من من زاكرتي احنا لقينا دعوة من الفريق روكن متقاعد سعيد محمد خلف الرومياتي رئيس لجنة مجلس الطوية في العين فكان مجموعة عن طريق الصديق المشترك الدكتور علي الانصاري اللي هو يعني يعني امراتي بنكة مصرية يعني وكان الحرص الراجل عزمنا ببيته في مزرعته فلما رحنا الحديث بدأ من الفريق رميتي لا يتحدث الا عن اهمية مصر ودور اللي عبته وكيف انهم طلقوا دراستهم في مصر وكيف ان كل الحضور كانوا طلبة موجودين في يتعلمون في مصر وازاي هم يقدروا مصر ويعرفوا حجمها وان هذا الحجم المصري يمثل ايه بالنسبة للخليج وللامارات تحديدا وكان يوم دافئ جدا 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 تلقينا طبعا مصادقنا حسام الشرقاوي جالي ومعاد دكتور يحيى المؤرخ العظيم يعني زرنات بيته واحتفى بينا احتفاء الخاص في المرة اللي فاتت تواجهنا بقى المرة دي وكان يتمنى ان احنا برضو نروح نادي المصري او نادي جمهورية مصر اللي بيدوم بالجالية المصرية فقلنا له احنا يعني احنا اعتذر عن قبول هذه الدعوات الكريمة كلها ولكنها قد بتعكس ايه ان الناس لا ده اليوم ده يمثل يوم مهم جدا لنشارع الامارات والجالية المصرية وان العلاقات انا ما شفتش هدوء نفسي بهذا الذي رأيته وراحة نفسية لكل الجالية المصرية التي تعيش في الامارات فكان اليوم حل وقوي والعلاقات وناسة حل وقوي قبل ان تبدأ المباراة فجاءت الاغنية وكانها ترجمة للاحتفال بهذه المناسبة واليوم كمان في المدرجات استاذ ابراهيم انا عايزة اقولك حاجة اكتست المدرجات باللون الاحمر واللون الابيض ولكن كان هناك زمال كوية في مدرجات الائل وكان اهلوية كتر في مدرجات الزمالك وحتيجي لقطات بطول هذا الكلام واحنا خارجين واحنا داخلين الملعب يا جماعة موجود في وسط البلد فانت بتنزل في شوارع البلدة بتمشي لك حوالي مثلا 300-400 متر عشان تخش الاسداد في وسط الناس فتجد زمال كوية عايزين يتصوروا معاك وإهلوية طبعا عايزين تصوروا مع البيع ساوى ورئاسة البيع ساوى ومجلس قدارة البيع ساوى واحنا خارجين بقينا شايلين الهام ده احنا واحنا كاسبانين واحنا خسرينين مش حنعرف نمشي في الشوارع وده اللي حصل ان احنا قطعنا المسافة 300 متر دول يمكن في ساعة لربع ما كانش نقدر وشوفنا عائلات زمال كوية تصورنا معاها ما فيش غضادة وناس ماشية لا مشكلة واحدة حصلت بس انت اتدبست وحضرت المباراة ما انا مقدرش ما احضرش بقدر خلاص من وقع المسئولية حضرت التمرين كمان كمان وكان يوم جميل جدا جدا ومنظم جدا ولم يعكروا الا تصرف يعني حدث كده في الاخر للأسف الشديد والتراشق المعتاد انك تستفز فالمدرجات تهتف هتفات انا مش معاها شخصيا لكن بحكمة نجوم الاهلي يعني احتاوا الموقف وحجزوا على الكابتن شيكابالا انه ما يصلش لدكة الاحتياطي لان القول بقى ان علي معلول راح لشيكابالا علي معلول راح علي معلول راح لجمهور جمهورك هو ده في نص ملعبك هو الدكة الكابتن شيكابالا هو في امام دكة الاهلي وامام جمهور الاهلي مش في نص الملعب التاني وحدث الشرارة اللي بسرعة الحقيقة تلمت ما كان ينبغي ان تحدث لكن اليوم بخلاف هذا كان يوم رائع جدا جدا وكل بفوز الاهلي ليترجم ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي